السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله يسعدني أن ألتقي معكم هذا اللقاء الأول على شاشة قناة الندى أسأل الله جل جلاله أن يجعلها فاتحة خير وبركة ورحمة على المسلمين أجمعين وفي لقائنا الأول أيها الإخوة على قناة الندى أحب أن أضع معالم منهجنا للسير في هذا البرنامج فاسمع إذن إنها قضية القلوب وعلم القلوب أنا أسميه علم العلوم علم العلوم لأنه لا يستطيع لأنه أيما علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم علم القلوب حاكما عليه فإنه يخرج عن الإطار الرباني المطلوب ولذلك أيها الإخوة دعوني في البداية قبل أن أدخل إلى علم القلوب أن أتفقد هذه القلوب كيف حال قلوبكم مع الله أخي أجبني وأود أن أسألك سؤالا واضحا صريحا محددا يحتاج إلى إجابة قاطعة سؤال أجبني عليه فيما بينك وبين ربك فبيني وبينك آلات وإن كنت في مواجهتي حتى فإنك حتما تستطيع أن تخدعني وتستطيع أن تكذب علي وتستطيع أن تمكر بي ولكن مع الله لا تستطيع قال الله جل جلاله قال الله العلي العظيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وقال الله جل جلاله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الخطر إنك إن كذبت في إجابة هذه الأسئلة فإنك إنما تكذب على نفسك إن خادعت فإنما تخدع نفسك إن رأيت فإنما ترأي نفسك ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولذلك أجبني الآن وبصدق بينك وبين ربك ولا تكذب واضبط أمرك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سؤال الأول هل قلبك راض بالله الرضا سلاس درجات درجته الأولى الرضا عن الله والدرجة الثانية الرضا لله والدرجة الثالثة الرضا بالله في أي درجاته أنت راض عن الله أم أنك راض لله أم أنك راض بالله الرضا بالله هو الغنى العالي الذي الذي تحصل عنده استواء لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الرضا بالله هل أنت راض بالله أجيب ثانيا هل قلبك يرطب بذكر الله يوجل عند ذكر الله يطمئن بذكر الله لعلي أشير إليك أخيّل الآن أن تضع يدك على قلبك وتقول لا إله إلا الله لأسألك بعدها كيف ترى قلبك كيف تشعر بقلبك هل هل يرطب بذكر الله هل هو مطمئن بذكر الله قال الله إنما المؤمنون الذين إنما إن إذا اتصلت بها ما حصرت وقصرت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه قال الله الذين آمنوا وتطعم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطعم إن القلوب هل قلبك ممتلئ حبا لله قلبك معمور ممتلئ إلى مشاشه إلى شغافه بحب الله وعلامة ذلك ألا تحب غير الله هل قلبك ممتلئ مملوء بحب الله بحيث أن حب الله قد استغرق كل 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 طاقة قلبك على الحب فلم يعد قلبك يطيق أن يحب شيئا آخر ولا أحدا آخر ولا يلتفت فصرت غنيا بحب الله غير مفتقر إلى حب أحد سواء هل قلبك ممتلئ بحب الله هل قلبك ممتلئ خوفا من الله فلم تعد تخشى إلا الله هل قلبك ممتلئ رجاء في الله فلا ترجو غير الله هل شعرت بهذه السلاسة وهي تحلق بك في آفاق الربانية حب وخوف ورجاء هل قلبك معمور بهذه السلاسة مع الرضا فصرت غنيا بالله هل قلبك خاشع حصل له إخبات خشية خشية إنابة إقبال إنشراح فعشت هذا المعنى العالي قلب لين رطب مقبل منيب خاشع محب خائف قلب ممتلئ قلب كبير واسع قلب غني تقي هل أحسست لهذا القلب وددت أن أسأل الآن أين قلبك حسيت أصلا إن لك قلب مع قلب حسيت القلب ده مع ربنا ولا أين قلبك يا عبد الله إذا لم تشعر بهذه المعاني التي ذكرتها لك راضي بالله رطب بذكر الله يوجل عند ذكر الله يطمئن بذكر الله محب لله راجن لفضل الله خائف من سطوة الله مقبل منشرح هادئ خاشع منيب مخبت شعرت بهذا القلب إن لم تشعر به إذن فكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين المزمع شرحه فو أسفا وو حسرتا كيف تنضي الأيام وينقض العمر والقلب ما شم لهذا رائحة شممت لهذا رائحة إن لم يكن فهل قلبك تائب أم مصر هل رزق قلبك شهوة التوبة أن تتوب من هذه الحال الردية لتتوب إلى حال مرضية لتأوب إلى حال مرضية هل قلبك تائب أم أنه مصر إنني أريد حين سألتك أين قلبك هل لك قلب أن أقول هل قلبك متكبر معجب مغرور راضي عن نفسي قال الله جل جل له إن في صدورهم إلا كبر إن إلا إن في صدورهم إلا كبر ليس هناك قلب كبر صار القلب كبرا بعض الناس متكبر مغرور معجب بنفسه راضي عن حاله رافض لقبول الحق معجب الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهل قلبك متكبر يرفض هذا الحق حين أسألك فين قلبك محب مخبط مقبل راجي خائف وجل ما تتكبرش على الإجابة على الأسئلة دي ما تتكبرش وتبقى معجب بنفسك وتقول أنا كويس أنا حالتي كويسة جاوب قول لي حالك إيه ليه رافض أن تعرض هذه الأسئلة على نفسك وتفرضها على نفسك وتجيب عليها بنفسك وتستخلص منها حالك ليه رافض ليه الكبر ده ليه الغرور ده ليه العجب اللي أنت فيه ده طيب جاوبني هل قلبك يحب طاعة الله ويأنس بها ويستبشر ويحب طول اللبث فيها يعني لما تبقى ساجد مش عايز تقوم لما يبقى في إيدك مصحف مش عايز تقفله لما بتبقى في الزكر مش عايز تبطل على فكرة أنا بسألك أنت كمان ويكون واخدها شغل جاوبني رد علي وانت ايه وانت مفيش غيرك بسألك انت جاوبني لما تكون في الصلاة مش عايز تقرم الصلاة لما تكون ساجد مش عايز ترفع من السجود لما تكون في الزكر مش عايز تخلص ذكر وتبطل وتوقف مش عايز حد يقطعك لما تكون في القرآن مش عايز تنتهي من القرآن لما تكون في قيام الليل مش عايز الليل يخلص لما يكون نهار سيام مش عايز نهار سيام ينتهي لما تكون في صادقة مش عايز في الستخلص عايز المعنى ده ولا متململ في طاعة الله حالك أثناء العباد طيب خلينا أقول حالك أثناء الفراغ لما كن فاضي وقاعد لوحدك حسس بيه هل تشعر بالأنس بالله في الخلوة تكون قاعد لوحدك شش حين تهدأ الأصوات والحركات قلبك أنا بسأل عن قلبك والله حاسس أن ربنا ينظر إليك منك قريب وعليك رقيب متطلع على تفاصيل خواطرك يرى ضميرك ويعلم سرك حاسس مش بسألك عارف ولا مش أهل أهل حاسس حاسس بيه دي هلزاق قلبك هلزاق قلبك طعم الأنس بالله حسيت حسيت الطعم ده إن فاذكروني أذكركم حسيت حسيت عمرك في حياتك مرة دقت معنى إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي حسيت حسيت معنى أن يذكرك الله الجليل في نفسه يا ترح حسيت هالزايدي طعمها إيدي إن أنا ذكرت قلت سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم فتصديقا بالحديث تذكرت أن الله يذكرني في نفسه في نفسه يا معربي في نفسه أنا العبد الحقير الفقير يذكرني الله في نفسه لو عمرك دقت الحلاوة دي هلزاق قلبك طعم حلاوة الإيمان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله 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 لما قال من رضي بالله ربا قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ذاق طعم يبقى إذن يا أخي الإيمان له طعم ها الطعم ده إداء ذاق طعم يبقى الإيمان له طعم والطعم ده يداء ذاق طعم إيه الإيمان لما دؤته طعم إيه إيه طعم الإيمان يترى طعم إيه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله 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 الإيمان يبقى الإيمان له طعم حلو ويداء دوء تطعم الحلو ده أصلا ما بيداءش باللسان ولا في الحلق ده بيداء بالقلب يبقى القلب ده بيدوء ده وظيفة من وظائفه أن يتزوق عشان كده لما يقول فضل الشيخة بصحق ربنا يكرمه أن إعجاب الناس بالباطل اليوم لفساد أزواق الناس فساد الأزواق ده مش إن بيدوءوا بلسانهم ولا بيدوءوا بدماغهم لا ده فساد القلوب لفساد القلوب القلوب لما فسدت أعجبت بالباطل امبارت بالفحشاء رضيت بالفسق والفجور حين فسدت القلوب لأن هذه القلوب ما دائتسي الطعم الحلو ما شفتش الطهارة والنظافة لو دائت الحاجة النظيفة تستنجف من الأشياء القذرة لكن الإشكال الكبير اللي ما دائش يقول عدس ما يعرفش مش عرفه هلزاق قلبك حلاوة الإيمان هلزاق قلبك لذة الطاعة لذة الطاعة لذة الطاعة دي اللي سدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم أشر إليها في كلمة واحدة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني قرة العين يعني إيه ما احنا معلش بقى يعني أنا هعتبر نفسي في قناة جديدة شاشة جديدة والناس اللي بيشفوني الجداد عمرهم ما سمعوا مني حاجة قبل كده ولا شفوني أول مرة في حياتهم يشفوني خلينا اتكلم على هذا الاعتبار إننا إن في مسائل في الإسلام أو كلمات في الإسلام أو تعبيرات في الإسلام لا تفسر التمانية وعشرين حرف بتقول اللغة العربية ما تقدرش تكون منهم جملة تفسر معنى كلمة بعض كلمات الإسلام زي الكلمة دي قرة عيني قرة عيني يعني إيه يعني السعادة يعني الفرحة يعني الإيه ما مش يعني حاجة كرة عين يعني كرة عين عشان كده قلت إيه قلت كتير ما بقلش قلت بقى خلينا نقول جديد من الأول الغد الوردة بتتشم ما تتفعس رفي معاني كده تجد بعض الناس يفعص فيها ما تتفعس هي كده قرة عيني يعني إيه يعني قرة عيني زي كلمة السكينة يعني إيه السكينة يعني السكينة هي شيء مهما شرحتلك مهما شرحتلك مهما وصفتلك جمال الوردة ما تدوني وردة يا جماعة مهما وصفتلك جمال الوردة وحلوة الوردة وريحة الوردة عمرك ما هتعرف حلويتها إلا لما تشفها لما تشمها لما تدقها عمرك ما هتعرف مش الكلام عشان كده لما قولك هل زقت حلاوة الايمان تقول يعني ايه حلاوة الايمان قولك حلاوة الايمان يعني ايه حلاوة الايمان حلاوة الايمان يا اخي حلاوة الايمان يعني ايه حلاوة الايمان لما تدقها هتعرف من حلاوة الايمان معاني لا تفسر مثلا حلاوة الشوق للنظر الى وجه ربنا الكريم يعني هسألك قلبك في مرة حسيت انك مشتائن انك نفسي نفسي انظر الى وجه ربي حسيتها دي شوق شوق نفسك في ايه نفسك في ايه نسيت اسأل الجمال المصورين الجداد بتوعنا دولك عن اسمائهم النهاردة اول حلقة بقى ساق عوني وتوني انا عاعد فين انا مش عارف والله صلى على رسول صلى صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم زيد صلى الله عليه وسلم مشتاق لإيه نفسك في إيه مشتاق عارف عارف لما قولك يا دي علوي مشتاق تقولي يعني إيه مشتاق فيش حد بيقول يعني إيه مشتاق يعني والوقتي قاعد عالكرسي ده من الساعة 8 الصبح لحد دلوقتي نفسه ينام يفرد ظهر هاي دي مشتاق حصل لقلبك الشؤد ده تشوف ربنا يا مناس نفسه يقعد مع الشيخة بس حق ساعة مثلا يعني الله يكرمه أو الشيخ محمد حسان نفسه يزوره ويقعد معاه ساعتين أو يقضي معاه يوم صح كده نفسك دي حصلت إنك نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم حصلت نفسك دي وردت على الخاطر كده جت حصلت ولا هذا انت عايز وخلاص قلتلي التاني مين سؤال هل قلبك مشحون بهم الآخرة أم بهم الدنيا عايز أسألك يا ترى فمرة شغل قلبك كيف ينظر الله إلي مش السؤال عن كيف ينظر السؤال كيف السؤال بمعناه يأقصد يعني أنا مين في نظر ربنا يا ترى ربنا بيقول عني إيه يا ترى أنا شكل إيه في نظر الله يا ما ناس كتير مننا مشغولين الناس بتقول عني إيه الناس شايفان إزاي ويفضل يتجمل ويضبط نفسه ويضبط أحواله ويجمل كلامه ويجمل ردود أفعاله ويجمل تصرفاته عشان الناس الناس اللهم استورنا ولا تفضحنا لكن هل في مرة شغلك شغل قلبك نظر الله إليك ربنا اللي رأك على كذا ورأك على كذا ورأك في كذا ورأك في كذا ربنا اللي شافك في الأحوال جي كلها يا ترى بأشكلك إيه قدام ربنا يا ترى بقيت مين وربنا قضى فيك إيه وأنزرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمش وهم في غفلة إنك قاعد مشغول بالفلوس والشقة والبيت والإقصاط والناس والنسوان والعيال والشغل والأصدقاء والأعداء ونسيت ربنا نسوا الله فنسيهم نسيت قاعد تفكر إنك إنت مرتك تحبك وزميلك يحبوك ويجي لانه يحترموك والأصدقاء يقدروك والناس يرفعوك ونسيت يا ترى إنت عند الله مكرم ولا مهين ابن القيم بيقول إيه في منزلت المحاسبة في المدارج وكم من من مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه مفتون بسناء الجهال عليه وهو عند الله ملعون ولا يشعر مغرور بستر الله عليه اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم أسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم استرنا على ما تحب فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره يا رب نسألك الستر والعافية يا رب واحد مفتون بستر الله إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بالستر الله عليك إذا شفت الناس معجبين بك عما يقولون لك يا أمر يا حليوة يا جدع يا بطل يا ده هم شايفين الستارة مش شايفين الحقيقة لكن اللي يعلم حقيقتك ومطلع على ذاتك وشايف خواطرك ويعلم باطنك الله الله اللي عالم ماضيك ويعلم ما تنوي فعله ليعلم تفاصيل خواطرك الله الله هل في قلبك هم الأخرة قالوا لصلاح حالك مع الله لابد أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة يعني إيه شاهد من شواهد الآخرة يعني عايز إيه بتقول إيه مش سمعك نختم ده بيقول لي نختم وأنا لسه قلنا حاجة نص ساعة الحلقة دي ماشي قال لي نختم يلا أنا لسه ما قلتش حاجة ولسه ما وصلناش لنص الأسئلة ولكن يبدو أن أنا جيت متأخر النهاردة شوية محبكم في الله ونلتقي دوماً على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على خير إن شاء الله أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر